أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن دون تسجيل أي حوادث أمنية يأتي ذلك بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت مناء الحديد اليمني ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات جبهة جديدة وتطور خطير للصرع في منطقة الشرق الأوسط في إطار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطع غزة وهو ما حذرت منه مصر من توسع رقعة الصراع في المنطقة الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض دفاعته الجوية صاروخ سطح سطح تم إطلاقه من اليمن قبل عبوره إلى داخل إسرائيل وانطلاق صافرات الإنذار في مدينة إيلات للتحذير من الغارات الجوية ما دفع السكان إلى الفرار للملاجئ اعتراض الصاروخ القادم من اليمن جاء بعد قصف إثنتي عشرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 أهدافا عسكرية تابعة لقوات الحوسي قرب ميناء الحديدة في اليمن ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من موظفي القسم البحري والمختبرات في ميناء الحديدة الحلقة المفرغة من الفعل ورد الفعل بين قوات الحوثي وإسرائيل بدأت من خلال استهداف قوات الحوثي للسفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ما أدى لخسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي واقتصادات المنطقة تطور الأحداث بين الجانبين اتخذ منحا جديدا مع إعلان قوات الحوثي استهدافة لأبيب بطائرة مسيرة غير قابلة للرصد ولم تعترضها الدفاعات الإسرائيلية لتتسبب بانفجار كبير أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو عشر آخرين وهو ما عدته إسرائيل تطورا يستوجب الرد وكان ذلك في ميناء الحديدة التطورات الميدانية بين قوات الحوثي وإسرائيل تبدو مرشحة لمزيد من التصعيد مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة واستهداف المدنيين من أهالي القطاع وهذا التصعيد يتزايد في ظل عدم ترجيح انتهاء الهجمات الحوثية ضد إسرائيل ومصالحها وتحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف جالانت من أن إسرائيل ستحاسب كل من يشن أعمالا عدائية ضدها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر